السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الجاهرة بسكان دي كرافتي فرؤون وإلى مقطع جديد هالمرة برضو في كرافتي بوكس أو صندوق الإعمال اليدوية هذا الشهر طلبت هلويد الكهونيك إنك آرت أجلس منطقة مثل العالم والناس وهذه محتويات صندوق هذا الشهر تركتها تحت الدولة بشهر طويلة وما بديت أشتغل فيها إلا في شهر أكتوبر لكن أنا مرة سعيدة لأنهم جابوا كل الأغراض جابوا كل الأشياء كل أدوات حرفياً ماحتجت لأني أفتح الصندوق وأبدأ أشتغل مباشرة بس هنا أصناط اللي حضتها في الطاولة طبعاً جابوا لي ثلاث أنواع من أنواع الكهوليك إنك أو ألوان الكهولية لون أزرق ولون أخبر ولون ذهبي كلها ألوان كحولية وبرضو المصاصة هذه حكت الدولة أنا ما علي شو اسمها الصبي صراحة وقفزات مقاس لارج وبالت للألوان وفرشة طبعاً أنا مرة عجبتني فرشة صراحة ما استخدمتها وبرضو لزاك تلما قلت لكم جابوا لي كي شيء احتاجه في هذا المشروع مع كحول شفاف حتى أوزع الأشياء واللي صدمت منه صديق الهيت قن ما توقع تعطوني هيت قن بصراحة لأنهم كانوا كاتبين إن تقدرين متفزعي الأشياء فيه بشكل جانبي ومؤزاسي وبرضو اللوحات اللي راح أشتغل عليها وثلاث أوراق تجربة أتمنى جداً إن المقطع هذا يعجبكم تستمتعون فيه وخلوني أوريكم الموقع الصفحة الرئيسية كيف تكون بعد ما أطلب The Crafter Books أو صندوق الأعمال اليدوية من موقع The Crafter Books أدخل الصفحة الرئيسية راح ألقى الدرس المتاح لي أو الدرس للفن اللي أنا طلبته متاح لي طبعاً أنا دخلت الصفحة الرئيسية راح أروح بوركشوب غالري أفتح الحصاب الرئيسي أو أفتح صفحة الموقع وأروح لمحسابي وأضغط وكشوب غالري ثم ننزل راح طبعاً نشوفوا الأشياء اللي مالها أنوان هالي الورشات اللي أنا ما اشتركت فيها ننزل 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 تحت كان في ورشات مرة حلوة لكن ما كان معي في لسوقتها فهينا هالورشتين اللي أنا شريتهم واضح إن الشهر هذا كان هدية من دلال والشهر هذا أنا هدية النفسي كان الشهر مارس 2019 فندخل على الورشة اللي أنا اشتركت فيها وهذه صفحة الورشة فيها مقطع فيديو يشرح لك الدرس من بدايتها إلى نهايتها أنا رغطت بلاي علشان أبقى يحمل لمدة نص صاعة رح تشرح لك رح تشرح لك بالتفصيل المشروع اللي تم إرساله لك بعدين تنزلين تحت رح تلقين أدوات الورشة نصائح للورشة بودكاست مع الكرافترز اللي مسوين مع الورشة لهذا الشهر رح تلقين الأدوات اللي يمكن تشترينها كأدوات إضافية بعد ما تعجبك الورشة مثلا أنت تبغين كرتون زيادة أو الكنافسة زيادة من عندهم أو تبغين ألوان زيادة من عندهم أحياناً يعطونك هذه الخيارات طبعاً إن كنتي في أمريكا مئة بالمئة رح تكرين مستفيدة لنا التوصيل مجاني في أمريكا لكن برا أمريكا صراحة خسارة تنزلين تحت شوي رح تلقين الأسئلة والأجوبة اللي رح كل جمعة هم يساوبون اجتماع مع الأشخاص المشاركين في الورشة أسئلة وأجوبة على النفس ما أدخلها نادراً ما أدخلها لأن الدرس اللي الأساسي يكون غالباً يجاوب على كل أسئلتي وروح أبدأ أطبق معكم بإذن الله تعالى أتمنى أن تكون تجربة جميلة وإذا أحد شاء أو حصل على صندوق الكرافترز بوكس بليز علموني في الكومنتات بدي أعرف إش هي تجاربكم وأي صندوق اخترتوا لأن كل شهر أحتار أحتاجه ولا لا هنا بديت أشتغل أول شيء آخر للكحول التركيزة 99% وأبدأ أزعب الورقة بالطريقة لأنا أبغاها بعدين أضيف للألوان طبعاً أنا كتبت صاتي لأنني أسمعت صاتي وراء يضحك كل الله وناسة آه مجلس تصيح نهاية لأنني مرز تمتعت فيه لأنني أنا أتركت العمل حتى أفضى وأبغى أسوي شيء بس ما أبي أفكر أو ما بي أجهز وأخذته في يوم من الأيام بدون أي تجهيزات بس فتحت الصندوق بدأت أشتغل مرز تمتعت في هذا الموضوع الشيء الخادئ في هذا الفن إنه حتى وأنت مبتدئ وتجربه الأول مرة بحياتك أصلاً أول مرة بحياتي أسمع بفن الكحول المنساب أصلاً فأنا أشتغل حسيتني أقدر أصبح أشياء حلوة بدون ما أفضل جبت بدون ما يكون في باني فكرة عظيمة وعميقة ويكون معي سلسلة مهارات معينة أكب اللون أكب الكحول وأبدأ أهف وأبدأ حركي الورقة والنتيجة راح تطلع جميلة بشكل غريب يعني في الورقات اللي جربت فيها في اللوحة كلها بدأت أسويها بطرق مختلفة وبرضو النتيجة طلعت جميلة حتى لما كانت بدون تفكير أو بدون مسار واضح للون حتى لو كانت الألوان داخل بعض وهذه ميزة جداً رائعة في هذا الفن خلتني أفكر إنه ممكن مستقبلاً أبدأ أبحث فيه بشكل أعمق بإذن الله أحسن بك هذه نتيجة التجربة الأولى الشي حسوي فيها هو أن أخطها ممكن أخطها في السيب يحكم إنna لوحاتي قديمة كلها طاحت من جدار طبعاً جداري تايجر فواجه مشكلة لوضع أشياء مناسبة له لكن مره شي جميل حتى لو ما سويت بها شي حتى لو سويتها واستمتعت ثم جزعت الورق بأي الدولاب من دوليبي مره وممتعه مره وممتعه مره شكرا مره شكرا تقريبي لهذا الشي عشرة من عشرة المدرسة او الشي اسمها اشلي اشتادتنا اشلي واضح انها مره متورزة في الموضوع انها كانت طول الدرس تحط نقطة نقطتين تمشيها وفجأة لا شكل جدا رائع فهي واضح انها ما شاء الله تبارك الله مارستها بشكل كثير لدرجة انها تعرف بالضبط اي نقطة واين مفروض تنخط لكن بما اني لسه مبتدئة راح اكمل واسوي اكمل التجارب وما ادري هل راح اسوي اللوحات او لا لان في الدرس الدرس هذه اللوحات اللي معطينا اياها نبدأ نسويها في هذه الجهة اللوحة طبعا هنا هنا الجهة هذه معالجينها حاطين قطعة خشب ثانية فوق الخشب هالي وكانت تتلم انهم معالجينها واقدر اسوي الاساس اكريليك ابيض او اكريليك اسود اي لون ابغاه للغرفة اللي انا فيها مثلا فممكن ابدأ سوي هذه بس لسه ما قررت في اي مكان بالضبط راح احطها ممكن احطها في السي ممكن احطها في الصالة ممكن احطها في احدى الغرف وعلموني كيف رايكم بهذا النوع من المقاطع هل تستمتعون فيه هل ودكم اذا لقيت شي ممتع اشتريه اقول لكم نتيجته نبقى فترة وفترة من واحد الى خمسطاعش من كل شهر ميلادي يفتحون مجال شراء الصناديق القديمة والصناديق الجديدة بتقديرون تشترون الشيء اللي يتم تبغونها او اللي فاتتكم من قبل مره ممتع مره ممتع ما توقعت ان فن فلويد انك ارت لهالدرجه مره رائع اسم الفن فلويد الكحوليك انك ارت الكوهول انك ارت فن الكحولي ملونه جدا رائع عشرة من عشرة لايك اي والانتخذ الى مقطع النهاية انا نسيتش ارا صوره بعد طور فيديو اشتركوا في القناة